الوصفة الجميلة جي بقى الكل بيحبها مفيش حد بيقول ما بحبهاش اكلة بتعمل من السنة للسنة لها مسميات ياما كل واحد حسب بلده فيه اللي يقولك حلبة بعسل وفيه اللي بيقولك معقودة وفيه اللي بيقولك عليها مفتقة ايا كان المسمى بتاعتها وايا كان في بلدك بتسموها ايه فهي اكلة جميلة جدا ومغزية وملينة بالحديد معنا المتكونات بتاعتنا معنا العسل طبعا الاساسي ومعنا ربع كيلو سمسم ربع كيلو سوداني آآ كبالة ربع زيت كباية دقيق وطبعا الحلبة بتاعتنا بنروح عند العطار بنقوله احنا عايزين قد كده حلبة انا معي اتنين كيلو عسل فقلت له عايزة تحويجة بتاعت اتنين كيلو حلبة فالدهاني نجي كل المتكونات اللي معنا هنجيب هنا هنجيب معنا حلة ايه هنحط فيها الزيت وهنجيف عليها كباية الدقيق وحطيت على الكوباية ايه معلقة كمان كده يعني كوباية ومعلقة او كوباية مليانة هنبدأ نقلب بقى دينا موجودة على طول كده في التقليب عشان ما يتلسعش منك هنحاول ايه نقلب كده عشان الجيب بتاعنا هيبقى مستوي ادينا فيها كده تقليب مستمر واو ما تحس كده ان الجيب بتاعك هيبدأ زي ما انت شايفك كده بتحس ان هو استوى معك اي تكتلات كده بتعمليها ايديك موجودة على طول اوعد سيبية حتى ان يتلسع منك بعد كده هم تضيف عليه السمسم هياخد كده تحميصة زي ما انت شايفين كده مع الجيئ هنقلب جامد برضو علشان ايه يبقى السوداني السمسم كده متحمص بعد ما قلبت السمسم بتاعنا هجبت جيف السوداني وبرضو هنقلبه ايه كم تقليب حلوين كده بحيس يبقوا ايه متحمصين كويس بعد ما حمرناهم كده بدنا بدلا نجيف العسل بتاعنا خلي بالي كنت بتجيفيلة تلسعي وهنقلب بقى على طول تقريب مستمر كده عشان ما يكلكعش منك اول ما تجيف العسل تقلبي كده على طول ما اقول لكمش الريحة عاملة ازاي فضيعة 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 مع التقليب المستمر كده برضو عشان ما يكلكعش وهنبدأ بقى نسيبه شوية كده يغلي اول ما يبدأ يغلي معانا كده بالشكل انتو شايفينه دوت هكون انا ايه جايبها الحلبة اللي انا جايبها من عندلها عطر اه شوفش الغلوة عامل ازاي اول ما تحس بالغلوة بالشكل دوت كده برضو ما تكتريش الغلوة عشان ما يمررش معاك هابدأ بقى ايه اول ما شوف الغلوة بالمنظر انتو شايفينه دوت هابدأ اضيف الحلبة بتاعتي وايجي موجودة بقى تقليب مستمر عشان الحلبة تتجينس كده مع الخليط تقليب مستمر مستمر عشان ما تايه ما تكلكعش معنا لغاية ما تضب خالص في خليط العسل هعمل ايه بقى في بعد الخطوة دي يا دوبك غلوة بسيطة جدا اوعي نصيحة من تعميل حلبة اوعي تخليها تغلي كتير حتتديكي طعم ممرر لو عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو متنسناش باللايك الجميل وتعليقات كل زي العسل واللي اول ما ورش في القناة بتاعتنا ما اشتركش فضلا وليس امرا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد احنا احنا بنقلب كده بناختبره ازاي بترفع كده المعلقة بتلاقي بتنزل ايه ببط او بتجيبي طبقة تحطي فيه نقطتين كده لقيتهم متمسكين يبقى خالص كده النتيجة بتاعتنا هي غلوة واحدة زي ما انتم شايفين كده وهاطفي على طول طبعا بتسيبيه برد شوية ما تزعموه شوى صخن وتبدأت ايه تصبيه الكمية اللي شايفينها دي من 2 كيلو عسل وكان فيه كمان ايه علبة كمان على جنب كل الكمية دي معمولة من 2 كيلو عسل وانت عارفين طبعا العسل مفيد جدا للانيميا وعالكوا كلهم بيحبوه يارب تكون الوصفة عجبتكم اللايك يا حبايبي ما تنسوناش باللايك